تفسير حلم المصفاه الخربانة في المنام ذكر العلماء أن المصفاه السليمة في المنام دليل على الخير والرزق الواسع القادم لصاحب الرؤية بينما إذا رأى الحالم المصفاه الغير سليمة الخربانة في المنام يدل على بعض الأمور الغير جيدة والله أعلم عندما يرى الحالم المصفاه الممزقة في المنام قد يشير على تحزير الشخص من ارتكاب الأخطاء والزنوب والله أعلم تدل رؤية الغربانة الممزقة في المنام على توبط الشخص عن بعض الأفعال الغير جيدة والله أعلم إذا رأى الحالم الغربانة الممزقة في المنام يكون دليل على الصدمة وخيبة الأمل التي تصيب صاحب الرؤية والله أعلم كما يكون دليل على أن الشخص سيصاب بخيبة أمل والله أعلم ذكر العلماء أن غربلة القمح في المنام تحمل معاني جيدة عند رؤيتها فإذا رأى الحالم غربلة القمح في المنام والله أعلم يكون دليل على صفات جيدة مثل القرم والطموح والسعي لتحقيق الأهداف لصاحب الرؤية لذا ففي حال رؤية الحالم غربلة القمح للميت في المنام يدل على خير وفير له والله أعلم عندما ترى المرأة المطلقة غربال السبوع في المنام يشير على التخلص من الهم والضيق إن شاء الله في حال رأة الفتاة العزباء غربال السبوع في المنام قد يشير على الأخبار الصر والمرحلة الجديدة التي تقبل عليها والله أعلم عندما ترى المرأة الحامل غربال السبوع في المنام قد يشير على الرزق واقتراب الولادة والله أعلم في حال رأة المرأة المتزوجة غربال السبوع في المنام قد يشير على السعادة والخير القادم لها بإذن الله رؤية الرجل المصفاه في المنام يكون دليل على زوال المشاكل والهم بإذن الله في حال رأة المرأة الحامل المصفاه في المنام يدل على الولادة السهلة والله أعلم رؤية المرأة المتزوجة المصفاه في المنام يبشر بالخير والفرج وزوال الضيق والهم رؤية الفتاة العزباء المصفاه في المنام يدل عن التوبة عن الزنوب والمعاصي في حال رأى الرجل مصفاه الشاي في المنام قد يدل على أنه شخصا يعترف بالحقيقة ولا يتهرب منها والله أعلم كما إذا رأت المرأة المتزوجة مصفاه الشاي في المنام قد يشير على التغيرات الإيجابية بإذن الله عندما ترى الفتاة العزباء ذلك يدل على تغيير إيجابي وصلاح الأوضاع إن شاء الله لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته